20 تموز بصادف عيد دمار الياس الحي وبمنطقة أنتلياس الاحتفالات بها المناسبة تتميز عن باقية المناطق اللبنانية تفاصيل أكثر حول برنامج الاحتفال هالسنة مع ضيفنا برحب الأب جوزيف بورعد أهلا وسهلا فيك أبونا شرفتنا حضرتك رئيس دير وخادم رعية مارليس أنتلياس ينعد عليك أولا الاحتفالات بتبدأ من بكرة 9 الشهر وبترجع بتستمر بـ 14 وبعدين من 16 لـ 19 صحيح احتفالاتنا غنية بأهمية العيد وبأهمية خاصة كمان صاحب العيد والمكان يعني بأنتلياس مارليس أنتلياس معروف كتير بينزار كتير مارليس أنتلياس بحكم موقعه بحكم تاريخه كانت هالمساحة أو هالمزارة كان له أهمية كتير كبيرة وعيد مارليس كمان لأبناء المنطقة كلها مش بس لأبناء أنتلياس كمان كان له رهجة وحوالنا كمان كمان هالسنة نحافظ على الرهجة ونحافظ على فرحة العيد ونقدر نقدم قدر الإمكان نساهم أنه يكون لهالعيد فرحة بقلوب الناس اللي يزورونا الصاحب العيد ده مثل ما قلت أبونا قيله قيمة كبيرة بقلوب كل المؤمنين سيرة حياته هي عبرة لألنا كلنا لمحة عن سيرة حياته أهميتها بالظروف اللي عم مرفية اليوم صحيح مارليس اللي ملفت فيه بحياته أنه بداية هو يعيش قبل المسيح وهو من أوائل الأنبياء اللي خلقوا نمط جديد من التعاطي يعني ناس بقربين من الله ناس بقربين من قرى لدرجة أنه بيقدروا ينقلوا وجهة نظر الله للعالم بصوت عالي أكيد أغلب الأحيان كانت هالوجهة النظر مش مسموعة مش أنها كان يكونوا يبقوا لواحدهم عارف يواجه بأيامه عم نحن نحكي بالقرن العاشر والتاسع قبل المسيح كان يقدر عارف بوقتها أنه يحيكي العالم يكون ضمير المجتمع بوقته أكيد الحكم بوقتها الملك وزوجة الملك ما كانوا كتير راضيين قضى حياته بشوي مطرود من أرضه أو متهض ولكن قدر بين خلال حياته يكون مسأل كمان يناضل ويحافظ كمان على الإيمان بأله وعلى الإيمان المطلق بأله وبالفعل هو يميزه كمان مش بس أنه هو إديس قبل ما يكون فيه عندنا سلسلة الإديسين بالإيمان المسيحي يعني بعد من تلميذ الرب يسوع وما بعد وإنما كمان عنده مكاني كتير ملفتي عند بقية الأديان يعني عند المسلمين والدروز وغير المسيحيين وتحديدا بمارليس أنتليس يعني عندنا شواهد من القرن الثامن عشر لناس كانوا يزوروه الناس بيشهدوا كمان أنه هالمظهر كان فيه كان بيستقبل ناس من كل الطواف مارليس كان يحلف على مزبح مارليس بالعامية ألف وثمانمية وعشرين وألف وثمانمية واربعين اللي بنعرفهن بما أنه كان مرجع بالنسبة للكل والكل بيحترموا هالمقام وبيحترموا هالإديس كان دايما هو كمان إذا ما نقول المرجع اللي بيوحد المرجع اللي بيضماني للأخوة خاصة بين اللبنانيين وأصبحت أكيد ذكرى خالدة ومنحية كل سنة بها المناسبة الاحتفالات بتبدأ بكرة تسعة الشهر مع سباق مارليس التالت صحيح تالت يعني حوالنا كمان للسنة التالتة في البعض يستغربوا ليش سباق ليش بدنا نركض بها المناسبة ولكن رمزيتها حلوة صحيح لأهو بأساس العيد أكيد البعض الأساسي طبعه هو البعض الروحي يعني أنه يجمعنا كمان صحيح نتأمل بس مثل أعيادنا وين ما كان يعني أعيادنا بالشر وكمان بعتقد بالغرب كانت الأعياد الأساسية الأعياد الدينية ولكن كان إلى بعض كمان اجتماع كتير كبير الناس تتلاقى الناس تفرح وكانت مناسة بفريدة يعني بالسنة بعيد المزار لذلك نحنا برتقينا يعني حوالي ثلاث سنين عم ننظم كمان سباق يعني احتفال رياضي بروح رياضية نلتقي مع بعض السنة شعارنا معا من أجل الأخوة نشوف بعضنا بحل جديدة نكون نحنا بالكنيسة أكيدة جمالة منتلاقها تنصلي هلأ نتلاقى كمان تن الركود من الأبونا لكل العالم بيكونوا مشاركين بيكونوا بشكل جديد وبالسباق يعني كمان أكيد منه كتير طويل لكل الأعمار من عمر 11 سنة إلى وبيقدروا يشاركوا حتى وداهو السباق وبكرة بعد عنا اليوم يعني آخر يوم بس أهلا وسهلا فيهون كمان كمان إذا بيحبوا يمشوا كمان بكرة بيكونوا معنا السباق منظم بشكل أكيد حرفي ولكن مفتوح لكل العالم أكيد حوالنا أنه كمان أكيد يتسجلوا قبل هالوقت بأسيباق أهلا وسهلا فيهم بكرة الصبح الساعة 7 نهار الجمعة العشاء الرعي السنوي كمان حدث منتظر صحيح صحيح نحنا هيدا العشاء مهم بالنسبة لإلنا منستبق العيد شوي إجمالا بيكون العشاء قبل العيد وبيكون هالعشاء كمان ريعي يعني من ناحية منلتقي لكل محبين مارلييس اللي هني بيتخطوا أنتلييس مدينة أنتلييس لكل زوار مارلييس أنتلييس منلتقي بمطعم منتقاصم أكيد لقمة أخوة بين بعضنا ورايع هالاحتفال بيكون لنشاطات كنسية نحنا السنة واضح سنة الماضية أطلقنا حملة تجديد بقلب الكنيسة غيرنا كتير بشكل الكنيسة ترميم ترميم وتجميل الكنيسة تجديد الكنيسة رفاقتنا كمان محطة الام تي في مشكورة كمان بنقل وقائع كتير لأحتفالات دينية عنا أتممنا العمل أكيد بعد عنا شوية كلفة شوية تعب رفتكم لونها السنة بعد العشاء الرعية بكرم زوارنا وضيوفنا لمشكرهم مباشرة أبونا الاحتفالات الدينية والفنية حسب ما عرفت منك كمان هو بالنهاية مهرجان بتبدأ ب16 شهر ومستمر إلى 19 أعطينا فكرة عن البرنيا صحيح الأحد 16 شهر إذا أراد مساء مساء الساعة خمسة من الساعة خمسة لآخر الليل مثل ما بيقولوا قبل إذا بتسمحيلي بدي أقول أنه ابتداء من نهار التناين نحنا منبلش تسعوية ماريلياس نعم وهو الشيء الأساسي بالنسبة لإلنا مستضيف عدد كبير من الكهني منتأمل بها الشخصية تنغطني من شخصية ماريلياس أخوة لإلنا من الرهبان الأنطنية كل ليلة ساعة ستة مساء سيكون في عنا قديس ومحط التأمل بحياة ماريلياس إذا هذي بتضل بنكفي معنا لليلة العيد هلأ ابتداء من 16 شهر كل ليلة عاشية الساعة خمسة بيبلش الكرمس يعني نهار الأحد الساعة خمسة هنا فكرتوا بالصغار بالصغار في عنا كمان معرض للأمور الحرفية كمان للكبار لكل الحركات اللي كمان الخيرية أوقات اللي من خلال هالمعرض بيكون ريعة المعرض لدعم نشاطاتها من الساعة خمسة في عنا ألعاب كمان للأطفال نهار التنين مثلا كمان شيء تاني للأطفال وإنها رح تكون هالنشاطات بسحة الكنيسة بسم الله سحة الكنيسة كمان ومواقف واسعة وبتستقبل الكل وأهلا وسهلا بالجميع وكل هالنشاطات مجانية يعني البواب مفتوحة وقلوبنا مفتوحة وأهلا وسهلا فيهم جميعنا مثل معوتونا كل سنة على كلها الله يخليك إذا الساعة خمسة يبدأ بالكرمس مثل ما قلنا نهار التنين رح يكون في محطة للأطفال بس كل ليلة كمان ببتدأ من الساعة 8-8 ونص مستضيف أهل الرعية وأطفال الرعية وخاصة النجوم يعني اللي عم بي المواهب اللي موجودة بقلب الرعية تكون وصل الوقت اللي فيه مستضيف أحد الفنانين الكبار يعني أنا أربع أمسيات مع أربع فنانين أسماء تحكي عنهم بدون ما نحنا نعرف عنهم الأحق للتنين ثلاثة والأربعة فينا نقول لأسماء ببنى بجي الاحتفال بس لتنحمسهم أكتر أكيد أكيد نهار التنين إذا قال الله راد مساءً ابتداء عم الساعة 10 رح يكون معنا الفنان طوني كوين نهار التلاتة بنفس التوقيت رح يكون معنا الفنان زياد برجي نهار التلاتة هذا كان التنين التلاتة الفنان ناجي القسطة ونهار الأربعة ختمة مع الفنان أيمن زبيب حلو كتير أربعة من أل مع الفنانين بالساحة اللبنانية حاليا سيحيوها السهرات ابتداء من الساعة 10 المساء من الساعة 10 كمان مجانا كله مجانا كله مجانا أهلا وسهلا بالجميع ويعني بس طمعانين بحضورهم طمعانين بفرحتهم وإن شاء الله نقدر نقوم بهالخدمة بالمناسبة اسمحيلي كمان حي كل اللي اللي اشتغلوا يعني محضروا بهال بهالإحتفالات يعني في عنا كمان من السن الماضي كان احتفالات كتير مريحة واسملة عدد الناس بفضل جهود أبناء الرعية كلهم صحيح الشبيب الكبار الصغار كلهم بيتجندوا وأكيد بمواكبة أبونا ركوس بونكاد والمدام جويس أبو جودي والأباء كمان اللي حاضرين بنزموا السابق أبونا إليا عبد المسيح أبونا شرب الغينم بحيي كل الأباء وكل الناشطين بقلب الرعية بتعرفين تتحول الرعية خالية بها المناسبة تنقدر نقدم الأفضل لزوارنا إن شاء الله دايما أبونا جوزيف بورعاد عقبال كل سنة أهلا وسلا فيك وينعاد عليك الله يخليكم ونعاد عليكم وقفوا مشاهدينا ومنتابع سواء لايف